أعلنت سلطنة عمان تعيين وزير الثقافة السابق هيثم بن طارق أل سعيد حاكما جديدا للبلاد وخليفة لسلطان قابوس التقرير التالي ونبذى عن حياة السلطان الجديد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ذمة الله ولد قابوس في الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعين بمدينة صلالة بمحافظة ظفار وهو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور هاتل عرش السلطنة في الثالث والعشرين من يوليو تموز الف وتسعمائة وسبعين بعد انقلاب أبيض ناجح قاده ضد والده عام الف وتسعمائة وستين التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في بريطانيا ثم درس اسلوب الإدارة في الحكومة المحلية عمل قابوس على تطوير عمان لكن في ذات الوقت حافظ على أصالتها وهويتها الوطنية وعمل على إرساء أسس التطور في البلاد التحتية لسلطانة عمان قدم الكثير للمشروعات الثقافية المحلية والعربية والدولية اعتمد سياسة متوازنة تجاه قضايا المنطقة العربية وعملت حكوماته على تقديم المبادرات والسعي لتهديئة الأزمات وحل النزاعات في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي رشحت أنباء عن سفره إلى بلجكا لتلقي العلاج توفي في العاشر من يناير كانون الثاني 2020 لم يترك السلطان قابوس وريثا مباشرا للعرش وينص الدستور العماني على أن يختار مجلس العائلة الملكية وريثا في غضون ثلاثة أيام وإذا لم يتم الاتفاق على سلطان جديد في هذه الفترة ينصب من أشار إليه السلطان الراحل في رسالة سرية لا تفتح إلا بعد وفاته هذه كانت نبذة عن السلطان الراحل قابوس أما السلطان الجديد هيثم بن طارق وفي أول خطاب له فتعهد بعدم أو بعد تنصيبه بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على عدم التدخل التي انتهجها سلفه وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اختطتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات كما أعلن السلطان الجديد حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الخليجي وسنواصل مع أشقاء إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمان شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام واتسمت سياسات عمان الداخلية بالهدوء وعكست استقرارا في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد وعلى صعيد السياسات الخارجية العمانية فقد غلب عليها التوازن والحياد في محيط لم يخلو من الأزمات وسعت إلى كسب صداقة الجميع بصمة فريدة في سياسات عمان داخليا وخارجيا في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد منذ عام 1970 شهدت السلطانة مرحلة تحديث بدأتها بتصدير النفط واستدعت السياسيين والخبراء من المنفى للمساهمة في تشكيل الحكومة بعد خمس سنوات من حكمه تمكن السلطان الراحل من إخماد ثورة ظفار الشيوعية فوحد الثوار مع حكومته وعبرت السلطة إلى بر الأمان بتجاوزها موجة احتجاجات شعبية تزامنت مع ثورات الربيع العربي مطلع عام 2011 السياسة الخارجية العمانية تسمت بالهدوء في محيط لم يخلو من الأزمات فطيلة عقود انتهجت مسقط سياسة الحياد وسعت لكسب صداقة الجميع كما لعبت السلطنة دور الوسيطي في أشد النزاعات في المنطقة فاستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على علاقة وطيدة مع إيران دون إغضاب أشقائها الخليجيين والولاية المتحدة وبريطانيا ولعمان دور بارز في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكنه مثير للجدل إذ استقبلت مسقط كل من إسحاق رابين عام 1994 وابن يمين نتنياهو عام 2018 عمان العضو المؤسس في مجلس التعاون الخليجي لعبت دور الحياد في الأزمة الخليجية التي اندلعت صيف عام 2017 طيلة عقود اتسمت الدبلوماسية العمانية بالاستقرار مع دول الغرب وارتبطت بعلاقات عسكرية وسياسية قوية مع واشنطن عمان قابوس قوة خليجية ناعمة فعينها دائما على الداخل لا تثيرها الصراعات الخارجية فخلال خمسين عاما تمتعت بحصيلة شبه صفرية من المشاكل ولا أعداء ومعنا من الكويت حسين جمال الكاتب والبحث السياسي سيد جمال فترة السلطان قابوس اتسمت بالهدوء وبالعلاقات طيبة مع الجميع حتى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تحدث أي مشاكل بل فوجئ البعض ربما بمد اليد مرة لنتنياهو ومرة سابقة لشمعون بيريز ربما كان ذلك في إطار البحث عن حل في إطار هذا الدور العماني المفترض هل تعتقد أن فترة السلطان هيثم بن طارق ستكون مشابهة لفترة السلطان قابوس وكيف تقرأ في المقابل أيضا استقبال الجيد لنتنياهو للتصريح السلطان هيثم بأن السياسة الخارجية ستتواصل كما هي عمان حافظت على علاقاتها مع كل الجوار على اختلاف الفرقة يعني هي شبه الوحيدة بين الحرب العراقية الإيرانية التي حافظت على علاقات مع إيران وفي نفس الوقت كانت لها علاقات مع العراق هي التي توسطت في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران المحادثات السرية جرت في عمان حتى وصلت إلى الاتفاق النووي عمان توسطت وحاولت مع الكويت لحل الأزمة الخليجية التي تفاقمت بين دول حاصرة قطر والدوحة عمان أيضا لا زالت أنا أعتقد القادم في سياسة الخارجية ستكون شبيهة بسياسة الراحل السلطان قابوس الذي حافظ على هذا التوازم في العلاقات الدولية حافظ على علاقات مع الفرقاء وحاول بكل ما يملك التوسط للحفاظ على الأمن والسلم في منطقة تموج بالصراعات والحروب والتوتر أعتقد الآن القادم عمان ستلعب دور أيضا في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران ولذلك أنا لا أعتقد أن السلطان هيثم القادم في عمان سيختلف في سياسته الخارجية كما كان السلطان قابوس الداخلية المتوازنة المحافظة على مكونات الشعب العماني نعم السلطان قابوس عندما رحل الكل ترحم عليه الكل وجد أن هناك ثلمة فقدتها الناس فقدت بهذه السهولة ولذا أعتقد أن عمان فقدت شخصا مهما ورمزا مهما لكنها ستكمل مسيرة هذا الرمز في العلاقات المتوازنة إقليميا ودوليا اسمح لي سألت عن تصريح نتنياهو هل هو رغبة في الاحتكاك بالشأن الخليجي من خلال بوابة عمان عندما يقول أنه مستبشر بتصريحات سلطان هيثم بن طارق فيما يخص السياسة الخارجية أم هناك فعلا علاقة بدأت منذ 2018 ويبدو أنها تتواصل هي عمان هكذا يعني حافظت على علاقات كونت علاقات مع الفرقاء عمان هي بوابة المصالحات دول خليجية أخرى تملك علاقات مع إسرائيل لكنها من وراء الستار عمان لم تلعب دور العمل وراء الستار كانت تريد أن تحافظ على علاقاتها وأن يكون كل شيء مكشوف للجميع للمواطنين وخارج دائرة عمان حتى تستطيع أن تلعب الدور الذي لعبته كل هذه السنوات وهو التوسط بين أطراف معادية وتختلف في التواجهات طيب اسمعني فقط لضيق الوقت على الصعيد الداخلي على الصعيد الداخلي سيد جمال ربما نجح السلطان قبوس في تجاوز تقريبا كل المشاكل منذ فترة السبعينات مرورا بالربيع العربي لكن عمان واجهت في كل الأحوال تلك الموجة في 2011 هل ما زال يتوقع أن تكون هناك صعوبات داخلية ربما تبدأ مع الفترة الجديدة أم أن السلطان قبوس نجح في إخماد كل المشاكل الداخلية شوف عمان واجهت وبكل صراحة هناك دول كانت تحيط كانت تحاول أن تؤثر على عمان سلبا لكن عمان استطاعت أن تقوي جبهتها الداخلية استطاعت أن بحكم رشيد داخلي استطاعت أن تبني بنية علمية وبنية تحتية لبناء مجتمع متوافق ولذلك أنا لا أعتقد أن في عمان بالرغم من أنه يمكن أن هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل عمان لكن العمانيون واعون بأن ذلك لن يؤدي إلى الإضرار في عمان ولذا أعتقد بأن هيثم كما سلطان حافظوا على جبهتهم الداخلية حافظوا على الأمن والاستقرار الداخلي كما في الداء خارج وأيضا سيستمر هذا المشروع مشروع الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم الاقتصادي وتطور الاقتصادي والازدهار الاقتصادي بالإضافة للسياسة شكرا لك حسين جمال الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الكويت ترجمة نانسي قنقر